كان اجتماع جد هام مع النقابات اليوم في الاشكالية اللي كان عفوها في ميدان ديال التعليم اليوم ولكن اجتماع الحمد لله ايجابي يعني كان فيه حوار اللي هو جاد وكانت واحدة جدية في العمل الاخوان الممتنين ديال النقابات جابوا يعني المطالب ديالهم اللي هي مطالب لنقشناها وتحولنا فيها اللي هي مطالب يعني مهما لكتهم يعني الناس القطاع ديال الطبية الوطنية هذه كانت مناسبة انه باش نتجاوبوا معها ومثلين اعطيكم بعض التوجهات اللي احنا قررنا باش غدي نمشيوا فيها ان شاء الله انه غدي تم اولا دجميد ديال يعني النظام الاساسي ديال التعليم باش ان شاء الله كذلك تكون فيه واحد امكانيات ديال التحسين ديال الدخل ديال يعني الموظفين والموظفات اللي موجودين في القطاع ديال الطبية ديال التعليم كانت نقطة يعني تانية اللي هي تهيئة عند الاهمية ديالها لتكلموا على الاخوان ديال الاقتطاعات شرحنا الاخوان ديال النقابات بان الاقتطاعات مرت من واحد المرحلة اللي هي يعني ادارية وصلت انه الاقتطاع كين والي صالح غدي خوجه من هنا يومين ويعني من الصعب انه بالنسبة لهذيك الشهور الاولى اللي كانت نرجعه على الاقتطاعات ولكن اقترحنا عليهم انه يعني الاضرابات الكبيرة هي هذي اللي جات من بعد اللي غدي تكون يعني في اه في الشهر المقبل انه يكون واحد الحواء ونقاش ونقاش داخل يعني لكوميسيون اللي غدي يشتغلو باش يحاولو ان شاء الله نخفو من هادشي ولا نجوجوه في المستقبل اه تانيا اه تالتا اه غدي تكون ان شاء الله اه الجناء وزارية كما قررنا اللي كتر اساسي شكيب من اه بن موسى وغدي يكون معاها اه سيد وزير اه اه الشغل السيس كوري وغا يكون معا سيد القجاع الوزير ديال يعني الميزانية وغادي يتعاملوا معاهم بعدد من الاجتماعات ان شاء الله باش نحاولو نخدمو على هذك التحسين ديال ان شاء الله التعديل ديال اه اه القانون الاساسي ويلقاء الحلول ديال جميع يعني المشاكل اللي هي مطوحة وهادشي تاخد فيها تاخدنا في قرار انه ان شاء الله في حد اقصى على مكسموم لميت انه خمستاش من يعني ان شاء الله سيكون توافق بين الاطراف وتبدأ الطبيق ديال هادced يعني آه اه توجه وهodle النظام جديد اذا هذه كلها يعني يعني آآ آآ آآية جده إيجابية اللي غادي نشتغل فيها وليتم عليها الاتفاق مع النقابات مع العلم أنه الحكومة بالطبع قالت بأنه غادي يكون اجتماع يبتداء من نهار الخميس إن شاء الله نهار الخميس غادي يكون اجتماع مع اللجنة الوزرية باش يشتغلوا على أول يعني على هذا النظام الأساسي ويشتغلوا على هذه الإمكانيات وقلنا لهم بأنه لازم يعني احنا طلبنا من النقابات وهذا طلب ملح أنه لابد أنه غادي نبدو نتنقشوا غادي نبدو نتحوه غادي نلقوا الحلول أنه بلدنا مضيعوش يعني الكل خصوة يجعل الأقسام تيالو يعني نحن دخلنا في واحد دينامية إيجابية وهالدينامية إيجابية خاصة تكون كذلك في أو جوعي إلى الأقسام واشكرا لكم